وقع رئيس روسي فلاديمير بوتين على مرسوم أعلن فيه ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا لروسيا ويتضمن المرسوم ضم أقليم لوهانسك وادونسك وخيريسون وزابوريجيا إلى روسيا وقال بوتين خلال كلمة بالكراملين إنه يتقو في موافقة البرلمان الروسي على ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا مؤكدا أن بلاده لديها تاريخ وصلة ومصير مشترك مع الأقليم التي ستنضم لروسيا وعوضح بوتين خلال كلماته أن مواطني الأقليم الأربعة لوهانسك وادونسك وخيريسون وزابوريجيا يرحبون بهذا القرار داعيا السلطات في كييف إلى احترام رغبة مواطني هذه المناطق هذا وتعهد بوتين بالدفاع عن كل الأراضي الروسية بما فيها الأقليم الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جمهوريتي دونسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا جارت استفتاءات عامة ونتائجها معروفة الناس قاموا بخيارهم وهو الخيار الحاسم واليوم نقوم بالتوقيع على اتفاقيات انضمام إلى روسيا الاتحادية جمهوريتي دونسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا وأنا على يقين من أن الجمعية الفيدرالية سوف تدعم انضمام هذه المناطق الأربعة أي الأقليم الأربعة إلى قوام الاتحاد الروسي لأنها رغبة ملايين الناس دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين النظام الأوكراني إلى وقف اطلاق النار والعودة إلى المفاوضات اعتبر بوتين أن اختيار الناس لانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ على كيف أن تحترم ذلك ندعو نظام كيف إلى الوقف الفوري للنار والأعمال القتالية والحرب التي شنها نظام كيف في عام 2014 والعودة إلى طاولة المفاوضات ونحن جاهزون لذلك وما تحدثنا عنه مرارا والخيار لشعب دونيسك ولوغانسك وزفاروجيا وخيرسون لن نقوم بمناقشته هذا الخيار قد تم وحسما وروسيا لن تخون هذا القرار اشتركوا في القناة هذا قد اكتمع رئيس الأوكراني فولودمار زلانسكي بقادة الجيش لمناقشة خط تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا وأوضح زلنسكي أنه ناقش أيضا مع قادة الجيش امدادات الأسلحة فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا بعد عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا قال الكريملين أنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالا عضوانية ضد روسيا نفسها من جانبها أعلنت الحكومات الغربية وكيافة أن التصويت ينتهك القانون الدولية اعتراضات متكررة وتنديدات مستمرة من دول النيتو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يلقي لها بالا والهدف هو ضم أربع مناطق أوكرانية تمثل ما يقرب من 15% من مساحة البلاد وهي خرسون وزابوريجيا ودونسك ولوهانسك في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل تصعيدا خطيرا وتهدد آفاق السلام الرئيس الروسي أكد أن الاستفتاءات كانت حقيقية وأظهرت الدعم الشعبي للانضمام إليها وفي وقت سابق اجتمع الرئيس الروسي مع زعماء المناطق الأربعة بعدما أيد سكان هذه المناطق بالإجماع خطوة الانضمام إلى روسيا من يانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تعترف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا أما كييف والدول الغربية فقد وصفوا الاستفتاءات على ضم المناطق الأربع بأنها زائفة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أكد أن أي قرار بضم مناطق دونسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب التنديد الجانب الأوكراني على لسان رئيسه بولودومير زيلينسكي توعد برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام وأوضح أن الاستفتاءات لا قيمة لها ولا تغير الواقع متعهدا باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية بذلك تبدأ الأزمة الروسية الأوكرانية فصلا جديدا في التصعيد بسيناريوهات يصعب التنبؤ بها لكنها تبقى مرهونة بتحركات الغرب في مواجهة الدب الروسي وصفت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة بيان الأمين العام أنطونيو جوتريش بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات في دانسك والهانسك ومنطقتين خريسون وزابوريجيا بأنها مثال على المعايير المزدوجة وفي بيان أضافت البعثة الروسية أن جوتريش ظل صامتا بشأن تصارفات حكومة أوكرانيا في دونباز بعد عام 2014 وأضافت البعثة أن هذا الهجوم المباشر من جانب الأمين العام للأمم المتحدة على الحق الأساسي في تقرير المصير الذي عبر عنه سكان المناطق يعد مثالا آخر على ازدواجية المعايير قال وزير الخارجية روسي سرجي لفراوفا أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته نهائيا ويتكبد خسائر فادحة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وخلال اجتماع رؤساء الاستخبارات للدول المستقلة أضاف لفراوف أن الدول الغربية تزود نظام الأوكراني بالأسلحة لمحاولة تخريب روسيا وأكد الوزير الروسي أن الغرب لن يتخلى عن سياسته السعية للحفاظ على الهيمنة من خلال اتباع نهج مدمر باتجاه رابطة الدول المستقلة اتباع نهج مدمر باتجاه رابطة الدول المستقلة قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي يجب أن لا يكون لديه شك بشأن استعداد روسيا لدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة وأضافت السفارة الروسية أن التجربة الفكرية الخطيرة للمخاططين العسكريين الأمريكيين يمكن أن تنتهي بتكلفة باهظة للولايات المتحدة وأي مواجهة عسكرية بين القوى النووية ستؤدي حتما إلى عواقب وخيمة دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإجراء تحقيق لتحليد المسؤول عن استهداف خط أنبيب نوردستريم وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هواي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الفلبيني خوسيفو سينا قال إن هناك الكثير من التكاهنات فيما يتعلق بالهجوم أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب نوردستريم مضيفا أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل وضف أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركية وأن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث في سياق متصل قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سرغيا نارشيكان إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنبيب نوردستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة ونقلت وكالة تاس الروسية عن نارشيكان اتهامه للغرب بالقيام بكل ما في وسعه للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه هجوم إرهابي على خط الأنابيب أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية ألكساندر ستاروخ مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في هجوم ساروخي روسي استهدف موكب سيارات مدنية قرب المدينة يأتي هدف حين أعلن أيضا حاكم منطقة زابوريجيا إصابة 28 شخصا آخرين جميعهم مدنيون في غضون ذلك أعلنت وكالة حرس الحدود البولندي ارتفاع عدد اللاجئين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي إلى 6 ملايين وستمائة وتمانية وستين ألف شخصا وفادت الوكالة بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 28 ألفا وثمانمائة لاجئ من أوكرانيا فيما عاد نحو 21 ألفا وأربعمائة شخص إلى أوكرانيا مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن قرابة 4 ملايين وثمانمائة وثمانين ألف شخص وذلك منذ فبراير الماضي موسيقى